في حضور قيادات الرياضة العسكرية العالمية فتحت منصة الدوحة سلسلة من الملفات المرتبطة بالحاضر والمستقبل الجلسة الافتتاحية طرحت على طاولة نقاش تقارير مختلف اللجان الفنية لتقييم الأحداث الرياضية الدولية التي يقيمت عام 2019 وعلى رأسها النسخة السابعة لدورة الألعاب العسكرية وكانت في ذيافة مدينة وهان الصينية اجتماع هذا طبعا سنوي يقيمه السيزم التي تكونت من 148 دولة بشكل سنوي في مختلف دول العالم الاجتماع كان ترحيبي اليوم وصار فيه مناغشات للرزنامة الدولية تبع السيزم الموسم الرياضي السنة هذه والسنوات الغادمة الأجندة السنوية للسيزم تشهد على مدار العام سلسلة من الفعالية والبطولات الكبرى في مختلف الألعاب وأعضاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية يرشحون عاصمة الرياضة العالمية الدوحة لاستضافة أولمبياد الرياضات العسكرية في دورته لعام 2023 دورة الألعاب العسكرية الأخيرة في الصين كانت رائعة وبعد نهايتها انتقلنا للتفكير في الأسخة 2023 قطر كما يعرف الجميع بلد رياضي بامتياز يملك كل الإمكانيات للنجاح في التنظيم وسبق أن نظم بطولات عالم وأحداث رياضية أخرى كبيرة لذا فمن الطبيعي أن تبتلك قطر كل المؤهلات لتنظيم هذا الحدث العالمي حتى الآن لم نستقبل أي ملف للترشح ولكننا سوف لن نفقد الأمل لحسم الأمر في الأشهر المقبلة اجتماع الدوحة المتواصل على مدار يومين سيكون مساحة للتصويت لاختيار أفضل الرياضيين في الموسم وسيتكفل بسياغة لائحة من التوصيات التي سترفع إلى العاصمة الكينية نيروبي صاحبة امتياز استضافة أعمال الكونغرس في شهر مايو من هذا العام لمركز أخبار قنوة الكاس سامير بخلفة الدوحة